لو أنت بتعبد الله الحقيقي إذن أنت في طريق الحياة إذا كنت بتعبد الشيطان فأنت في طريق الموت مش بس طريق الموت ده في عشاق للموت يعني فينا استعشق الموت ويمكن إحنا لو حبينا نفكر أكتر ونسمي الأسماء بمسمياتها على فكرة أنا مش بلوم الإنسان أنا بلوم التعليم اللي بياخده الإنسان لأن إحنا لو علمنا الناس الحياة ليه المسيح بيحب وبيسامح وبيغفر مش من نفسه أنا مجدرش أسامح ولا أغفر ولا أحب عدوي من نفسي أنا لأن تعلمت من الكتاب المقدس حبوا أعدائكم باركوا لعنيكم صلوا لأجل الذين يسئون إليكم لو الكتاب المقدس بيقول لي اللي تلاقيه غير مسيحي اكتله هعمل كده لأن كده أنا بعمل إرادة الإله اللي أنا بعبوده يعني من بداية الكتاب يعني من بداية الكتاب بيتكلم مع أنه الرب الغرض الحياة لكن من شوف قائن مثلا مباشرة عم بيكتل أخو مش لأي سبب آخر لأنه بس كانت أعمال أخو يعني أعمال حسنة أعمال لأنه كانت أعمال قائن شرير وأعمال أخو أعمال حسنة أنه قدم وقطع يعني قدم ذبيح وأطاع الرب الفكرة دي فكرة رائعة بتدينا صورة على اللي بيحصل النهاردة فكرة قائن وهبيل ما أعتقدش أنهما لأنه ناس فكرة أنه صراع على الممتلكات صراع على الأراضي صراع على السلطة صراع 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 لا أنه هدية أخو كانت أفضل يعني هو هناك هنا في حاجة هو صراع بين أدباع الله وأدباع الشيطان لأنه اللي حرق قائن عشان يكتل أخوه أن الله قبل من هبيل ولم يقبل قائن لأنه حتى بيقول كده في الكتاب المقدس ناظر الله إلى هبيل وقربانه أما إلى قائن وقربانه فلم ينظر وهنا بنشوف كمان جسيس نظار أنه ليس الفكرة إيه اللي أنا أجدمه لربنا لأنه أجدم إيه مع الله يمتلك كل شيء لكن الطريقة القلب اللي أنا أجدم به هل أنا فعلا بالحب بالفرح وده بيقودنا الحاجة حتى في طريقة العبادة جسيس نظار يعني حتى فكرة طريق الحياة وطريق الموت بيظهر في طريقة عبادتنا لله هل أنا بعبد الله مكرها يعني أنا حبيت الفكرة اللي أنت اقتبست الآية الرائعة مثل ما أنت بتقول أنه الله نظر إلى هبيل وقربانه يعني نظر أولا إلى هبيل الموتف الدافع القلب الهدف من وراء التقدم لأنه فعلا أنا كمان ممكن أقدم ذبيحة مثل هبيل ذبيحة حيوانية بحسب طريقة الله بس قلبي يعني القلب مش مظبوط وده يؤكد الكلام ده لو إحنا رحنا لسفر إشاعية واحد جسيس نظار لما يقول لهم إيه كرهت أعيادكم زبائحكم مش هنا غلاد بعض الناس بتفكر أن التقدم هي اللي الله بينظرها لا الله بينظر إلى قلب مقدم الزبيحة والطريقة اللي أنا زي ما بقول لحظتك الطريقة اللي بتعبد بيها لله هل أنا رايح الكنيسة أو رايح المعبد اللي بتعبد بيه عشان أدي فرض خوفا من عقاب هنا بجاء الله الإله اللي أنا بعبده ده إله يعني مش إله المحبة